أوه وأخيرا لقنا لنا صيدا هذا مبين عليه زلمي ضعيف من مرة خلينا الروح نبلطج عليه جوية وأفرد عضلاتي عليه ومسك كاس تالشاي تبعيتك يا رجل إذا ما لواش شربت كاس تالشاي إيييييي ول 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 كل هادلا شربت كاس تالشاي منك إذا ما هو أنا عكاست الشاي إذا ما تروح كاس تالشاي بستين داهية بس أنا اكتشفت أن الحياة ضد اليوم وتأكدتي بهذا اللحظة يزال ما أنا من مصحياتي من النوم رحت أغسل وجهي لقيت المية مكتوعة قلت أروح أغسل وجهي بالمسجد تبع الحارة فتحت باب الشقة لقيت صاحب الشقة بوجهي وإنه يقول لي ودي إيجارة الدار وأنا معيش ولا فلس يا إنكو تطلعوا برها الشقة من الضيقة والحزن قلت خلينا فوت جوة فتت جوة لقيت المرأة مادة بوزها وتقول لي ودها تطلق ودها ترفع علي دعوة طلاق أنا من القهر قلت خلينا روح أداوم عشغلي نزلت تحق لقيت صيارة الشغل مصروقة اضطريت إن روح الدوام ماشي وقلت لمدير الشغل إنه صيارة الشغل انصرقت مدير الشغل ما استوعبت الشغل الموقف وطردني من الشغل فاضطريت إني أرجع الدار ماشي لقيت تنبيه من المحكمة يستناني قدام الدار إنه حماتي رافع علي قضية ودها دار لبنتها قال لي ودها تطلق مني فقلت لهانه بس فقررت إني أنتحر فأجيت على هذا القهوة ووصيت كاسة شاي وحطيت بها سم عشان أشربها وأموت وحضرتك بعد عشان ودي أتخلص من الحياة أجيت وشربت كاسة الشاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر